استضافت وزارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام اجتماعات دورة 57 للمجلس التنفيذي ودورة 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية يأتي دالك في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تشكيلها وانطلاقا من دعم وزارة الداخلية للمنظمات الدولية الأمنية استقبلت مصر وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية المشاركين في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على دعم الجهود الدولية في المجال الأمني وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بما يحقق أعلى معدلات الآداء الأمني على مدار سلاثة أيام تواصلت اجتماعات كل من الدور السابع والخمسي للمجلس التنفيذي والدور السادس والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية وذلك في إطار الحرص المصري على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تأسيسها فمصر من أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة وترأست أولى اجتماعات الجمعية العامة لها عام 1966 في فرنسا أنه من دواعي سرنا أن تحتضن جمهورية مصر العربية فعليات اجتماعية الدورتين رقم 57 للمجلس التنفيذي ورقم 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية ناقشت لاجتماعات سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني لتمكنها من أداء دورها في حماية الأرواح والمنتلكات ناقشت للمنظمة الدولية الإجتماعات الجمعية تريد إلى وعلى أمور الأخرى من أمور الأولى ودكارية الأفريقية أتكلم المنزلات والأبوانيونية في مشروع الأطفال الغداء من المكتبات العديدة لكي أولاً جيداً للأمور الأولى أريد أن أتكلم المنزلات الأولى للعديد من الأعضاء ومع المنزلين ومع إسمي مجموعة والأراضي التي تعقدها المنظمة وتعقد للمرة الأولى في مصر شهدت تأكيداً ورغباً من المشاركين في تفعيل العلاقات الثنائية مع مصر للاستفادة من خبراتها التراقومية في مجال الحماة المدنية والديركتورية للحماة المنظمة للحماة المنظمة هذه المهمة هي تدعين القدرات الخاصة بالدول الأعضاء وخاصة في أثناء القيام بدورات تكويني في هذا المجال إنه مجموعة جميع المنظمة لكل المنظمة من الأولى من مختلفة وخاصة في تحديد المنظمة ومعرفة على محاة المنظمة ومعرفة محاة المنظمة ومعرفة محاة المنظمة هناك تعاون بين قطر والجمهورة مسئول العربية ومثالتا في الأخوية وهي فريق البحث والمقاط ونتمنى أن هناك تبادل خبرات مع الأخوان في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية ويś meringري من الخروج كشرح المنظمة البحث يشجع من نيجير وهذه ما خطر أ bulky من المنظمة المناسب الأنطاع Republic of Nij يشجع كبير من الوفود المشاركة بدقة تنظيم وحسن الاستقبال وكذا بالإسامات المصرية في المنظمة الدولية للحماية المدنية وبالقدرات التدريبية التي تتمتع بها مصر وتستفيد منها المنظمة في عقد دورات تدريبية لكوادر الحماية المدنية بالدول الأعضاء في المعاهد التدريبية المصرية الضيافة الكريمة لجمهورية مصر العربية وما لقيناها من ترحاب والحقيقة كرم الضيافة ما هم استغرب من الأخوة في مصر تم قبول عضوية دولة فلسطين في المجلس التنفيذي وهذا بطبيعة الحال سوف يعزز من مكانة دولة فلسطين في المحافن الدولية أود أن أشكر جمهورية مصر العربية على استضافتها الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 جمعية عامة المنظمة الدولية الحماية المدنية وهذا منذ وصولنا على حفاوة الاستقبال نشكر جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه الدورة ونشكرهم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة عقد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية في مصر يعكس ثقة المنظمة الدولية وأعضائها في المنظومة الأمنية المصرية ذات العراق والجاهزية والاحترافية في كافة مجالات العمل الأمني وتأكيدا على المشاركة المصرية الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تأسيسها اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية هو تأكيد على الحرص المصري على المشاركة في كافة أنشطة المنظمة وتأكيد على العراقة واحترافية أجهزة الأمن المصري في مجال الحماية المدنية وحماية الأرواح والممتلكات وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية عبدالله بركات التلفزيون المصري